صباح الخير أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال في الحلقة الأولى من برنامج كود نايم أنا أحمد هشام معكم والنهاردة هنتكلم عن لعيب كرة عالمي لاعب أثبت في فترة وجيزة أو في فترة صغيرة أنه هو من أساطير كرة القدم لاعب قدر يثبت من خلال ثلاث أندية فقط أنه هو أسطورة أنه هو ملك كرة القدم ويتربع على عرش لعيبة كرة القدم معنا ومعكم النهاردة كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو أثبت في الفترة اللي فاتت إن كان في ريال مدريد أو في يوفينتوس أو حتى مع منشستر أنه هو أفضل لاعب وأنه وجوده في أي فرقة بيأسر على الفرقة دي وبيخذي الفرقة دي تبقى أفضل بشكل كتير عما كانت عنه يعني مثلا ندور مثلا في الفترة مثلا اللي كان فيها في منشستر يونايتد حقق بطولات إذن مثلا هو يحقق دوري الأبطال لما انتقل كريستيانو رونالدو وعا كده إلى ريال مدريد تأثير كريستيانو رونالدو على ريال مدريد إنه أخذ أربع مرات دوري الأبطال وحقق اللي جا مع ريال مدريد وحقق طبعا أفضل لاعب حققها خمس مرات وأخذ أفضل لاعب في العالم مرتين وعشان نعرف كريستيانو رونالدو وصل للمسيرة دي أو حقق ده إزاي مع إن كريستيانو رونالدو نشأ في بلد فقيرة جدا معايا تقرير هيوضح لكم إزاي كريستيانو رونالدو قدر يعمل كلبها جدا لا يمكنك فرصد سنطل كانت أخذ أفضل إلى أن أفضل بجراء في العالم وقال إنه إليه مجميع هم هو التعليم وحقق المسيحة وإبقاء إضافيه كريستيانو رونالدو أجل إنه مجمونا أو مجمونا أو مجمونا وإضافيه موسيقى المراء لنهجل كلما يوميه يشهده يسمى بأسهوله يمكنه أن يقوم بشكله موسيقى 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 انه يجب أن تكون لديه لقمتوليه موسيقى 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 يمكن أن تكون معين بحاية السفرات كيف حال أن تكون متاكد؟ نعم موجود 100% من مجددين فلحب أن تكون أين شعر سلسلسلوا في صفحة المعجد ومشاهد الزائجار في العالم Both of experimented the game to sign a 24 year old Portuguese star the holder of the Ballon d'Or FIFA's World Player of the Year A man with the talent and dedication to become the ultimate modern day footballer Of all the great players i've had the pleasure to work with أما المستocصل، بإمكان مستعداً ما يشبهه في الوقت والخلال في الأنطبال التعامل هم لا يعتقد بشأن أبداء أعتقد أن أن أخذني أخيراً، أخذني أخذني هذا ليس مجلساني، هذا هو ما أحب أن أعاجه على المرء من النقارية المدير من المدير الأمماني سننطلع فيه البداية من عامل من فتح من البرمال وقفز لديه من عملك وقفز لعامل من الجمهة قرية لرنالد قدم المدير من أعواما واحد من المدير لم يكن دور أماماً فتح قضاء مديرا وقفز فتح قدمت لسلسفن عندما كانت من كترينة في مجتمع كتيراً عندما كانت험 بالتحرق بها الإعلان عندما كنت ايجابي في مجتمع وفي فى متخفضة للمنزل ذلك مجتمع الربع برزمت أجادة المزهر في زمج الحصور من المبنى في مجددا رنالدو أردت أنه في مجابل حتى يتمكن من الناس تجربة ولكن لن يجب أن تكون مجبوراياً لن تكون مجبوراياً مجبورة في العربية السببية لأنه رهيز أولاً مجبورة في مجرد الأنسان لأولاً لأولاً في المنسان سيزن، فهو ثم انتهى سيزن من ثلاثه؟ سالح ليس لهم مجرد، من المتجمع في الوحيدا، ومن اللقاء، ومن المتجمع في الوحيدا، لأجل الاجتماعي، وفره شده للمعامل، فهو ليس لهم يمكننا القيام من ذلك، تنميز الوحيدا، which most players cannot even see. In 2003, Sporting Lisbon played Manchester United in a pre-season friendly. The match would change Ronaldo's career forever. We've seen this lad get the ball and just quick feet and beat Shazey and get a cross or get a shot off. And you sort of suddenly sat up on the bench and woke up and go, whoa, what have we just seen there? And then you're sort of half giggling at the players who are on the pitch because you're on the bench and you don't have to face this lad who's just terrorising the whole team. Sir Alex knew about his qualities. He knew what I thought about the player. And he also knew that I was absolutely determined and would do anything to sign Cristiano Ronaldo for Manchester United. He also knew that if he wasted time, Real Madrid would go to Lisbon and take Cristiano Ronaldo to Spain with them. We had an agreement with him anyway. It was only... accelerated that night because of his performance against us, which was real exciting. But we had an agreement with Sporting Lisbon. They would join us the next year. So we did our work. We spoke to the boy after the game. We spoke to his mother. We spoke to his agent. We got him on a private plane the next morning into Manchester and got the deal done before people could blink. and that's when you've got a decision to make it quickly. In Manchester, Ronaldo faced the challenge of a new country, a new way of life and a new style of football. The young Portuguese was eased in gently by manager Sir Alex Ferguson. But watching at close quarters, it was obvious that Scott had signed a player of immense natural ability. The first impressions of Ronaldo were that he was incredible ability, quick, wanted to take the ball and beat men all the time. There was a buzz of excitement as soon as he stepped off the bench for his debut at Old Trafford against Bolton Wanderers. His first goal for Manchester United heralded a taste of things to come. Ronaldo scored eight times during that first season, including the opener in the FA Cup final as United defeated Millwall 3-0 in Cardiff. Still only a teenager, Ronaldo had established himself as the club's new number seven, following such icons as George Best, Eric Cantona and David Beckham. He has a starting level that is not comparable to anything else. His genetics, his talent, in the specific components regarding football, he possesses a harmony that is exceptional, which makes him a unique player. Ronaldo was not yet the finished article, but his desire to improve was obvious to all. Frustrating at times, you know, decision-making, when to shoot, when to pass, when to dribble, when not to dribble. It took him a few years to get used to that. I came to United and you came to work with him and you see how much energy and effort he puts in himself to get better. A lot of talents think talent is enough, but talent is only a start. It starts after that. It's hard work, dedication and living as a professional. It's like a challenge for me. I want to do it the best as I can and, you know, when you do something with the passion, you know, it's more easy. Ronaldo's target was simple, to become the best in the world. But he couldn't do it alone. Everybody saw the raw talent and the pace. He achieved a lot for himself, but of course you need, along the way, you need people to help and I think Carlos Carlos was important for him as a Portuguese coach at May United. He always wanted me to be in goal and obviously you made a little game of it, of course, and then with his free kicks and Ronnie, you never score anyway. Oh, come on, come on, go in goal. I'm going to score now. And you always could on a nice, playful way, you could motivate him to get the best out of him. started to adjust his game and be really important also in the goal scoring area. As a winner, he scored, I don't know, 38 goals or something and that was an unbelievable amount. It's incredibly difficult to stop somebody like that because the counter-attacking ability of him, the speed, the power, is absolutely phenomenal. You mark him on the ground, he'll do you in the air. If you stop him going on his left, he'll go on his right. If you stop him shooting from distance, he'll dribble into the box. If you think that your left back's doing well against him, he'll play against your centre-back. If your centre-back does well against him, he'll play against your right-back. He really will pose every single problem that you need to pose in a game. Ronaldo was becoming the Premier League's best player, but not everyone was won over. Despite his success in England, he faced constant criticism over his failure to convert his ability into greatness for Portugal's national team. When the fans see Cristiano playing for Real Madrid, they expect to see the same great feats in the national team as they saw a week before. And that is not always possible. When it is impossible, the fans of the national side normally react badly. but it's not because they don't like or admire a certain player. It's just frustration to see the national team not winning. Who is the people to judge something that they don't know? Of course, this is something that I don't like, but I have to live with that. I cannot change. I cannot change my personality. I cannot change my character. I cannot change my education. You know, I respect the people, but of course I don't agree because the real people who know me, he knows who is Cristiano. You understand? In 2008, Carlos Queiroz appointed him captain of the national side. He quickly adapted to role of leader. Unremarkable performances, however, continued to play Grinaldo and the national team. But after a shaky start at Euro 2012, he came alive. Two goals helped dispatch the Dutch in the final group match. Some of the critics had been answered. Portugal do not play a very attractive brand of football. We have a pragmatic team, but when things are going well and Ronaldo is inspired, we sometimes get very big results and something a lot more attractive than we are normally accustomed to. His winning header against the Czech Republic in the quarter-final was greeted warmly in Portugal. There was the sense that Ronaldo's overall performance and dedication was finally reflecting his status in world football. at the end of the day, the marriage, kindness and love that exists between the Portuguese fans and Cristiano is for life. It is impossible to end it. That love exists. Perhaps at times there are some small problems, but that love is eternal. At club level there remained a mutual adoration between Ronaldo and his supporters. Manchester United's title success in 2007 was unquestionably a team effort. But one man took the starring role in almost every performance. One of the first conversations he said I want to be the best player in the world and a lot of people say that but he puts work to it. He puts dedication the time and effort. Ronaldo's commitment to the cause that season helped secure his first Premier League title the club's 16th. Tangible evidence for this most driven of young men that he was heading in the right direction. The following season he scored a staggering 42 goals in all competitions. Many of them spectacular especially his free kicks. Puts the ball on a certain spot on the ground. He's not even hitting the ball with a lot of pace of course but there's no swing with his leg. It seems to accelerate all the time. to be fair he scored a few against me also in training I give him that but it was always a joy to work with him. It was during the following season when Ronaldo was at his very best in the United shirt. He dovetailed beautifully with Wayne Rooney forming one of the most prolific strike partnerships in world football. Season after season he'd become more and more influential where it comes to the point where he would play every single game he would contribute nearly every single moment he was on the pitch whether it be a goal whether it be a pass. By May 2008 Ronaldo had inspired United to domestic and European glory his penalty contributing to a victory that saw the club crowned English champions for the 17th time. What he did at Manchester United in his last two or three seasons you're talking about a phenomenon there. Ronaldo found the net seven times in the Champions League as he helped Manchester United reach the final in Moscow against Chelsea not surprisingly Ronaldo quickly made his mark he scored a fantastic goal and I think Michael Jordan would have been jealous on the on the height that he that he got to us and the way he headed the ball past Peter Cech Chelsea fought back Frank Lampard's equalizer forcing a penalty shootout Ronaldo stepped up third for United and missed disappointed when he missed a penalty that's always problems one of his regrets also because you want to be the big games you want to shine very happy for myself and for the team and for him he scored so many goals for us that I was able to help him out and make that save and that we won the Champions League the first time with each other the Triumph capped a remarkable season Ronaldo was the Champions League top scorer with eight goals the Premier League's top scorer with 31 he became the first United player since George Best in 1968 to win the Ballon d'Or and was also voted FIFA World Player of the Year it was the ultimate personal achievement Ronaldo had reached his goal to be the best of the best 100% among the all-time greats 100% there's not even in doubt if you're going to put Zidane's Figo the Brazilian Ronaldo then 100% that Ronaldo would be in that bracket he's not even in question also in that bracket however is Barcelona's Lionel Messi who was voted the world's greatest player in each of the four following seasons Ronaldo could only look on as their rivalry intensified at least in the media I don't work in the press I don't work in television I cannot control that they love it to do that what I'm going to do I have to do my work I have to training I have to score I have to play try to help my team all the time I'm not friend of him because you know we don't share the same dressing room we not go out for dinner you know but I respect him like a professional his final season at Old Trafford saw him complete a hat-trick of league titles his stunning 40-yard strike against Porto was instrumental in helping United to a second consecutive European Cup final however defeat to Barcelona and Messi proved to be his farewell appearance for the Manchester Giants rumors of a record-breaking move were about to become a reality I think we are going to do it مشاهدينا بعد التقرير طبعا زي ما شفتم في التقرير نشأة حياة كريستيانو رونالدو تمام كريستيانو رونالدو ما كبرش في وسط يساعده ان هو يلعب كرة بالعكس كريستيانو رونالدو النشأ في أسرة شبه مفكاكة يعني تقدر تقول ان كريستيانو ما كانش عنده اللي يساعده ان هو يوصل للي هو فيه حاليا على الرغم من ده كريستيانو رونالدو قدر يثبت نفسه من فريق انتقل من سبورتينج لشبونا لمانشستر يونيتد لريال مادريد لليوفي في الفترة اللي انتقل فيها كريستيانو رونالدو من منشستر يونيتد لريال مادريد قدر كريستيانو رونالدو ان هو يحصد العديد من الجوائز يعني زي نقدر نقول زي دوري الأبطال حاصل دوري الأبطال أربع مرات وبقى معاك دوري الأبطال بقى معاك خمسة دوري أبطال كريستيانو رونالدو وبالنسبة لجائزة وبالوندور كريستيان رونالدو معه 5 بالوندور في زمن طبعا فيه لعيبة كبار مثل ميسي مثل رونالدينيو ،روني، فنسدروي كريستيان رونالدو تُeezبت ويصنع لنفسه اسم في إحدى المرات كريستيان رونالدو كان فيه مزع Ware بتسأله وبتسأله باهdogsاء من الماضية ليم من الأفضل العبي Sun ثق aimsك في الاستخرى كانت كريستيان رونالدو يقول أنا أفضل لاعب في العالم سألت من أفضل لاعب في العالم أجاب قال رونالدو أجاب قال بليه لما جاءت على كريستيانو رونالدو قال مي أنا أنا أفضل لاعب في العالم دي كانت ثقة كريستيانو رونالدو في نفسه ده النظرة بتاعت رونالدو لنفسه يعني لما بيقف يبص نفسه هو بيشوف نفسه أنه هو أفضل لاعب في العالم من ناحية المهارات أو الحركات أو الترئيس بمعنى صح فيه لعيب مثلا زي ماسي ماسي موهوب من طفلته يعني ماسي بيقدر يرقص أي لعيب أي فرقة مهما كانت أي دفاع مش بيبص للدفاع اللي قدامه ده مين جم الناس وقالوا انتخذوا كريستيان رونالدو وقالوا عليه أنه هو منتهي وقالوا عليه أنه كبر وأنه الزمن راح يا كريستيان ومفروض تعتزل ولكن كريستيان رونالدو كان له رأي آخر في الرد على هؤلاء المشككين في قدرات كريستيان رونالدو وبالنسبة للتحديات برضو اللي وجهت كريستيان ورونالدو فيه فرقة زي مثلا أتليتيكو مادريد أتليتيكو مادريد استقلت من كريستيان ورونالدو لما فازوا 2-0 أتليتيكو مادريد سجلت هلافين ولعبت أتليتيكو وجمهير أتليتيكو ظنوا بأنهم صعدوا أمام كريستيان ورونالدو لكن في الأوقات الحسيمة معروفة كريستيان ورونالدو بيظهر وبيقدر أن هو يثبت نفسه ومش بس قدام أتليتيكو قدام فرق تانية لكن قدام أتليتيكو كانت من أجمل المباريات ومن أجمل اللحظات اللي بتعتبر في مسيلة كريستيان ورونالدو من 2-0 لـ 3-2 وتواجه برضو كريستيان ورونالدو مع فرق مثلا زي باير نيم يونيخ تواجه مع باير نيم يونيخ في نصف نهائي دور الأبطال وتواجه مع أتليتيكو مادريد وتواجه مع يوفينتوس بعد كده في نهائي دور الأبطال وقدر أن هو يسجل في شباك بوفون وشباك يوفي في عزمة يوفي كان دفاعات يوفي كانت قوية جدا بتتكلم عن سلاسي دفاع قوي يعني بتتكلم عن بونوتشي وبرزالي وكيليني كريستيان ورونالدو وقدر يسجل في شباك بوفون وقدامه التلاتة المدافعين دول قدر يسجل هدفين في النهائي دور الأبطال سجل قدام نوير برضو سجل وسجل قدام أغلب الفرق وقدر يحقق اللي جا في موسم تاريخي لريال مدريد مع مدربه زين الدين زيدان اللي ساعتها كان جاي كمدرب طوارق ووضع كل أوروبا كلها في حالة طوارق أغلب الفرق أقوى الفرق ما قدرتش إن هي تكسب ريال مدريد في الفترة دية كريستيان ورونالدو وصفه عصام الشوالي وقال عليه أن أصل شعره جعلت منه شرير كريستيان ورونالدو قدر إن هو يهزم كل الفرق ما فيش فرقة كانت بتوقف قدامه ما فيش لعيك كان بيقدر يقف قدام كريستيان ورونالدو إلا وكان رونالدو بيأخذ منه البطولة يعني مثلا نقدر نقول في نهاية اليورو يورو 2016 مثلا ناخده كمثال ديمتري بايت دخل تدخل عجيب جدا على كريستيان ورونالدو قدر لإصابة كريستيان ورونالدو وخروج كريستيان ورونالدو ولكن كان التواجه في المباراة دي ما كانش بين ديمتري بايت بصراحة ورونالدو كان بين جليزمان وبين كريستيان ورونالدو وطبعا دخل تغيير وقدر أن هو يسجل جون حاسم تواجد بيه البرتغال كبطل ليورو 2016 ورفع كريستيان ورونالدو الكاس كبطل لليورو ومعانا مداخلة حاليا تمام نقول ألو السلام عليكم وعليكم مسوحة الله بركاته وتفضل يا فندي محضرتك أحمد رياض من الغربية يا فندي أهلا يا حبي تفضل معاك أنا شايفك بتشكر أوي 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 في كريستيان والرونالدو تمام طب أنا هقول لك معلومة يا فندي تفضل معاك زيادة على المعلومات بتاع حضرتك تفضل معاك تتعرف أن كريستيان أكتر واحد بعمل خير على مستوى العالم تمام أنا برضه عشان كده بشكر فيه يعني كريستيان والرونالدو أنا بقولك تعرف أنه هو السنة اللي فاتت أو السنة دي متبرع بمليون ونص دولار لشعب غزة هو بصراحة لعب عظيم كل سنة كل سنة بس غيره فيه لعيبة تانية كان بلعب معاك في الدولة الأسبانية يا فندم ماشي بتبرع فلوس للصهايمة عشان يبنوا مستوطنات في إسرائيل تعرفوا من يا فندم؟ أنا عارف حراك بتتكلم عن مين بس برضه يعني مش عايزين نهاجم مش عايزين نهاجم لعيب معين بذاته أو بشكر حالتك جدا على المداخلة دي شكرا جدا يا أحمد معانا تقرير تاني عن الناس اللي تحدد كريستيان والرونالدو والتقرير دوت بصراحة من أجمل التقارير وحاجة حلوة جدا معاك من التقرير حالا مفضل ترجمة نانسي قنقر تقديم ترجمة نانسي قنقر يعني كتاlier البسيط مضى التنبع الإنشان لياه للة القمة يعرف السلاغ هل اungsون كنت عمنا انتهت مع ذخانا انتهت معواه بهذا ر staring "...وظة م Bernwon النهات بن Golden dios nosotros a él cristiano que ahora 5 y a dormir cristiano 5 que saque la manita pues adiós vaya italia no vuelva calentito de aquí ahí para italia llorar a llorar a turina llorar ya está 2-0 ni marita ni nada 2-0 y fuera está acostado ya llorando como siempre que no para de llorar terminado cristiano en con bernardeski ronaldo jurengo ronaldo joss en el área de la gente he steps forward again the champions league record موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بعد التقرير بصراحة كريستيان رونالدو أثبت نفسه وأثبت أنه هو لاعب من تراث فريد إن ما كانش هو فعلا بحقيقة أفضل لاعب على مستوى العالم ده بالنسبة لكريستيان رونالدو وطبعا أحب أوجه يعني أباري كليسيات المستشار مرتضى منصور وجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك ولعبت نادي الزمالك على الفوز طبعا أمبارح على النادي الأهلي 3-1 في مباراة صراحة كانت مزهلة يعني من رأي جما يعني نادي الزمالك في الشوط الأولاني ما كانش بيقد كويس لكن في الشوط التاني نادي الزمالك بصراحة استحوذ على كرة حلو قد ماتش عالمي ورغم الهدف بتاع الأهلي اللي كان ممكن إن هو مثلا يقلب الكفة لصالح النادي الأهلي إلا إن نادي الزمالك قدر إن هو يحافظ على أعصابه وسجل الهدف التاني مصطفى محمد وبعد كده طبعا الناشئ طبعا اللي ستطلع جديد لنادي الزمالك قدر إن هو يسجل الهدف التالت في الدقايق الأخيرة من المباراة بصراحة ماتش يعني نقدر نقول إن هو مباراة جميلة ومباراة ممتازة قدمها نادي الزمالك وقدمها برضو لعبة نادي الأهلي كإدارة أو كنظرة فنية مثلا على المباراة نقدر نقول إن نادي الزمالك قدم ماتش حلو ونادي الأهلي لعب مباراة حلوة وللأمانة يعني لو تقييم للمباراة هي بقام هي بقى عشرة على عشرة شيء تاني برضو حابب إن أنا أتكلم عليه بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك التعصب الجماهير بلاحظ على طول إن فيه تعصب بين جماهير الزمالك والأهلي ودي حاجة بصراحة أنا مش بشجع عليها ومش بشجع الجماهير على إنهم ما يعملوا ده لأن في الأول وفي الآخر إحنا بنشجع اللي برحلو سواء الزمالك أو النادي الأهلي ومعنا مدخلة أحمد من الشرقية أهلا وعليكم ورحمة الله وبركاته وإزايك يا سيد أحمد عامل إيه أهلا أهلا وسلم بحضرتك أولا أنا بحي حضرتك وببارك لحضرتك على البرنامج الجميل ده الله يحفظك يا رب الله يحفظك الله يخليك وحابب أتكلم على التعصب في الكورة أولا قبل حتى ما تكلم على الفوز أولا أنا من الزمن الجميل يعني أنا مثلا حسن شحاتة والخطيب ومصطفى عبد وجمال عبد الحميد كل أقطاب القرى حتى شاحتة في الإسماعيل حتى الناس دي كلها أمتعونا بالقرى ومعاراتهم فيعني حتى أنا من حب الناس دي تماما فاني أنا أنا أريد أن أتكلم على المطش بتاع مدارك بصراحة كان مطش نموذج للزمالك وأنا أحيي المستشار مرتضى منصور بصراحة يعني أستاذ أحمد بحضرتك سمعيني؟ أستاذ أحمد بحضرتك معي هو بالنسبة بالنسبة للزمالك برضا أستاذ أحمد نقدر لهم لعبوا مطش كويس جدا على يعني من ناحية كل حاجة من ناحية التكتيك من ناحية أداء اللعيبة ما لنا اللعيبة تقريبا ما كانتش بتفزي المجهود في المباراة شيء تاني برضو لاحظناه برضو أن لعيبة الأهل مبارح تقريبا ما كانتش مركزين أو في المطش أو يمكن فيه غيابات وكان فيه مساحات فضية برضو لاحظنا في المباراة كانت مأثرة على النادي الأهلي وكانت إيجابية بالنسبة للنادي الزمالك باتريس كارتيرون نقدر نهول أنه كان له قراءة فنية أكثر من ممتازة على مباراة الأمس ومباراة القمة رقم 120 بالنادي الزمالك والنادي الأهلي وجهة نظري بالنسبة لريني فايلر بصراحة هو قدم ماتش طبعا رغم الغيابات اللي عنده إلا أنه هو قدم ماتش كويس قدم ماتش بصراحة ماقدرش أقول غير أنه هو طبعا رغم الإصابات ورغم كل ده ماتش كويس برضو للنادي الأهلي تقدر تقول مثلا أن رغم الغيابات ورغم كل ده إلا أن النادي الأهلي ظهر بصورة كويسة جدا يعني الغيابات كانت مؤثرة وفي نفس الوقت المساحات اللي كانت مفتوحة عند النادي الأهلي قدر نادي الزمالك أن هو يستغل المساحات دي ويحرز أهداف يعني إحنا شفنا مثلا الهدف مثلا التالت مثلا بتاع نادي الزمالك أو الهدف الرابع اللي كان في الدقايق الأخيرة نادي الزمالك كان تقريبا بيلعب مع نفسه كان في حصة تدريبية شفنا برضو في الشوط الثاني نادي الزمالك كان يعني لاحظنا البساط نادي الزمالك كان مستريح في اللعب نادي الزمالك كان شبه يعني تقدر تقول أنه كان في المدرسة ومعنا نور دلوقتي على الخط أهلا يا نور ازايك نور سمعني تمام نور مش معبود طارق ازايك طارق الأخبار ألو ألو يا طارق سمعني تمام فصل مع المكلمة يبقى عودوا الاتصال بنا مرة تانية على الأرخام الموجودة عندكم على الشاشة بالنسبة برضو لمبارات القمة نقدر نقول أن مبارات القمة بتبقى من المباريات لأن أنا زي ما وضحت لحضراتكم التعصب الكروي أنا ما بشجعش جماهير لا الأهلي ولا الزمالك على التعصب أو أن عشان الزمالك خسر أو الزمالك فاز الأهلي كسب أو الزمالك خسر بأن إحنا نعمل اللي إحنا بنشوفه على النت بتحصل مشاكل بعد كده بتقوم يعني عايز أقول مشاكل كبيرة وممكن كلمة صغيرة تعمل مشكلة ما نعرفش صدها يروح فين بدعو الجماهير إلى الالتزام بضبط النفس ده حاجة الحاجة التانية أن الكرة لعبة حلوة واللعبة الحلوة يا جماعة إحنا بنشجعها يعني سواء جماهير الأهلي أو جماهير الزمالك إحنا بنشجع اللعبة الحلوة نقطة تانية برضو حابب أتكلم عليها أن إحنا عايزين أن إحنا نلفت أنظار العالم إلى الكرة المصرية وقد إيه عندنا لعيبة ناشئين كويسين جدا وعلى مستوى عالمي يعني مثلا لعيب زي مصطفى محمد ده أنا بتوقع له أنه يبقى هداف في المستقبل أنه هو دلوقتي حاليا هداف وتوقع له أنه هو في المستقبل هيبقى هداف وطبعا مصطفى محمد حاليا هو نجم منتخب مصر الأول شيء تاني شيء تاني برضو حابب أتكلم عليني أنا برضو بتوقع له أنه هو هيبقى في المستقبل شيء كبير زي النجم محمد صلاح إن شاء الله من اللعيبة برضو الكويسة برضو دبا من ناحية نادي الزمالك عندها برضو من ناحية النادي الأهلي زي اللي بالمنطقة الحالية للنادي في بيراميز كابتن رمضان صبحي كابتن رمضان صبحي من اللعيبة الممتازة جدا لعيبة عنده مهارات عنده فنيات تقدر تشوفه في المباراة الكبيرة بيلمع طبعا برضو في كذا لعيب برضو نقدر نحن كامل زي مثلا كابتن وليد سلمان من ناحية النادي الأهلي عندك مثلا كابتن طارق حامد مصمار خط الوسط في نادي الزمالك مثلا فرجاني ساسي فرجاني ساسي من الصفقات المتميزة جدا نادي الزمالك قادر ان هو يصبت نفسه مع نادي الزمالك لعيب هادي لعيب تشوف منه ان هو يعني بيسيطر على الكورة حلو يقدر يفتح مساحات عنده ثرو باس جميل جدا الباسات بتاعته حلوة جدا وسحرية من اللعيبة المتميزة جدا بأمانة في نادي الزمالك فرجاني ساسي عندك كابتن يوسف أوباما من الكابتن اللي قدمه بصراحة مباراة جميلة جدا وطبعا بصراحة اللعيف اللي أنا أداء مبارح عجبني جدا وكان يعني ممتاز يعني كان بصراحة أنا باعتبره هو ميس اللقاء بن شرقي أشرف بن شرقي قدم مباراة جميلة جدا 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 بالنسبة يعني من ناحية كل حاجة كأسست كتحركات كفتح مساحات بأمانة يعني بن شرقي لعب ماتش على مستوى عالمي جدا 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 وقد مباراة جميلة نيجي برضو من ناحية النادي الأهلي برضو عندك كابتن عمر الصليا عمر الصليا لعب مباراة مبارح جميلة أليو باتجي مثلا أليو باتجي عنده رأسيات جميلة زي ما شفنا مبارح في المباراة مبارح أليو باتجي كان له بصراحة تسديدة بالرأس جميلة جدا خلطت في العرضة وطلعت وبرضو فيه كرة تانية برضو للنادي الأهلي كانت سديدة برضو مراحت برضو في العرضة بأمانة يعني تقدر تقول إن ماتش مبارح أو خط الصين المباراة كان رايح واضح جدا رايح لنادي الزمالك بصراحة أداء نادي الزمالك مبارح كان كويس وبحي طبعا منتشام طلب منصور وبوجه له بابا ريكله على فوز نادي الزمالك وبرضو فيه برضو حاجة تانية أتكلم عليها الناشئين الناشئين المفروض ياخدوا فرصتهم إحنا عندنا ناشئين دهب ناشئين بإيدهم إن هما في المستقبل إن هما يبقوا حاجة يعني مثلا عندنا الناشئين برضو عندنا الناشئين في الزمالك عندنا ناشئين في النادي الأهلي يقدروا إن هما يثبتوا نفسهم ويوصلوا للكرة العالمية لا يقلوا نجومياتها من وجهة نظري عن محمد صلاح يعني مثلا بدلا ما ندفع ملايين برة إحنا بإيدنا إن إحنا نصعد النجوم دول ويقدموا لنا مباريات على مستوى عالمي ونقدر نلفت أنظار العالم إلى الدوري المصري وقد إيه الدوري المصري فيه لعيبة بصراحة من العيار العالمي يعني مثلا نقدر نقول أبو جبل أبو جبل مبارح لعب مباراة يعني عالمية جدا وقدر إن هو يتصدى الكوار بأمانة كانت أهداف محققة زي الرأسية اللي احنا شفناها لو تصدى لها قدر إن هو يتصدى ليه العديد من التزديدات وفي نفس الوقت نقدر نقول إن هو لعب مباراة بصراحة من ناحية كل حاجة هي مباراة عالمية وبكده نكون وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة الحلقة الأولى من برنامج كود ناين بشكر جماهير الزمالك وبشكر جماهير النادي الأهلي على التزامهم بعدم التعصب وفي نفس الوقت بشكركم مشاهدينا على توجودكم النهاردة معانا وعلى مشاهدة القناة أنا أحمد هشام برنامج كود ناين شكرا جدا أراكم الحلقة القادمة إن شاء الله مع السلام شكرا شكرا